عصب الاقتصادي في غزة كان واحداً من أهداف عدوان الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصف المصانع والمنشآت التجارية سعياً لإعدام أي آفاق مستقبلية لهذا القطاع توقف عدوان الاحتلال الهمجي على غزة بدأت على الفور تحصي عدد الضحايا وحجم الخسائر الناجم عن الغارات والقصف فإلى جانب من ارتقى شهيداً في الغارات الجوية والبرية دمر الاحتلال مئات المنشآت الصناعية والتجارية على رأسها 15 مصنعاً رئيسياً بحسب وزارة الاقتصاد الوطني الوزارة أكدت أن الخسائر المادية تقدر بالملايين فمن ضمن الدمار الذي تركه الاحتلال في غزة أجهز بعنوانه الأخير على ما تبقى من اقتصاد الكطاع المحاصر لم تحكي عن 50 مليون دولار تقريباً تكلف بس لرأس المال المعدات والمنشآت والمرافق العامة والآلات التي دمرت هذا ناهيك عن أي ضرار أخرى قد تنجم عن تعطل لسنوات لعادة العمار وبالتالي المصانع والزراعة هي من أهم المقومات لإقتصاد في العالم ولهذا السبب إسرائيل يعني مش عقلانية في عدوانها بس هي تنتقي أهدافها وبالتالي هي بتدمر عمارات بتدمر مصانع بتدمر جرف أراضي زراعي منه اقتصادي اهداف اقتصادي في إسرائيل تبدو زي ما قال التحدي الأوروبي بصراح بالأمس أنه لن يمول عادة العمار إذا في الشيء أفق المفاوضات الجدية تفضي لحل لأنه هو بدرك بأنهم بمولوا بعيدوا عمار إذا غزة الكيان الإسرائيلي برجع بدمر هذه الدائرة تدمير عادة عمار تدمير عادة عمار هذه خسرت الاقتصاد الفلسطيني في غزة معظم فرصه طاقاته امكانياته مصانع غذائية وغيرها من المصانع الإنتاجية كانت هدفا للصواريخ والقذائف الذي يدعى الاحتلال بأنها تدعم النشاط العسكري الأمر الذي نفته وزارة الاقتصاد الوطني مصنع السكسك للمواد البلاستيكية والأدوات الصحية مثال على المصانع المستهدفة التي لم تخسر فقط المكان بل أفقدت مئات العمال مصدر رزقهم الوحيد في آخر يوم في الحرب قبل الهدنة 8 ساعات تم إطلاق قنابل دخانية كثير في المصنع فإحنا أجينا رغم المخاطر في ساعة الحدث ساعة ستة ونوص مساء تقريبا كانت المنطقة هذه كلها تقدرش تشوف متر قدامك كتر اللون الأبيض تبع الدخان تقديرات الأولية أكثر من مليون دولار في مولدات في معدات حديد في موسير بلاستيك في الخزانات تقريبا أربع خمس تلاف خزان من صهروا برضو حتى الإنتاج الموجود حاليا نكتشف قاعدين أن بعض المنتجات لفحتها النار فاختلفت أبعادها وهذا لا تصلح التصنيع طبعا بحسب المحللين السياسيين ليس من السهل أن يعود الاقتصاد في قطاع غزة لسابق عهده إلا بتحقيق عدة شروط أساسية على رأسها المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود إضافة لرفع الحصار عن القطاع للسماح للمواد الخام بالدخول مع التركيز على الجانب الأخير وهو توفير تمويل يدفع عجلة الاقتصاد أولا ويعيد بناء ما تركه الاحتلال من دمار على الأرض من فلسطين المحتلة محمد إحسان رؤيا